موسيقى طبعا في الفقرة دي احنا فكرنا كده لازم برضو ايه عندنا فقرة فنية تسعدوا بيها يوم الخنيس والفقرة دي لطيفة جدا فنان ومشمهندس وفنان الكاميرا اخدته من الهندسة او الهندسة وديته للكاميرا انا مش عارفة الحقيقة كانت فين عينه حلوة كبار النجوم بيحبوا يتصوروا معاه هو اللي بيعرف الحالة اللي جوه النجم والنجمة ازاي؟ ده اللي هنعرفه بالتفاصيل هنعيش في كواليس الهضبة عمر الدياب هنعيش في كواليس شريهان وعودتها الكبيرة ونجوم تانيين كتار جدا منورين حياتنا هنعرف كل الكواليس دي من خلال عين المبدع كريم نور مساء الخير يا كريم مساء الخير شافية ايه الحكاية؟ يعني باش مهندس راح للتصوير ولا التصوير هو اللي ودك للهندسة والحكاية جات ازاي؟ لا الحقيقة انه هو انا دراستي كاتهندسة في الاكاديمية في سكندرية وبعدين ما كانش فيه ابوادر خالص للموضوع انا اتخرجت ودخلت الجيش وطلعت وبعد كده فجأة تجهت للتصوير بس قبل ما اتجه للموضوع التصوير انا حبيت الفكرة نفسها انه انا اصور واعمل ريتاتش او ديزاين على صور وان انا احط لها ثيم او فكرة معينة وطلعها بكواليتي معينة ابتديت اجهز نفسي في البداية ان انا اذاكر شوية على الانترنت وكلها كانت حكاية كلها سلف ستودي يعني ما كانش مدخلتش حاجة متخصصة انت لبتدرس بنفسك يعني طيب دي صورتك دي اول حاجة كده كان صورتك وانت في التصوير وماسك الكاميرا وطبعا انت اكيد يعني حتى الصورة نفسها ده صور من الشيخ عايز اقولك النهاردة احنا بنحتفل باليوم العالمي للتصوير انت مش جاي في اي يوم يعني انت جاي في اليوم العالمي للتصوير دي في شرم الشيخ طيب البداية كانت فين يعني انت عادت تجرب شوية لان انت دلوقتي مع نجوم كبار جدا يعني اهم نجوم فالبداية جات ازاي هقولك انا فكرت فيها ازاي فكرت ان انا لازم ابتدي ابتدي كويس ابتدي جامد مابتديش اجرب في الناس او في النجوم الكبار اللي انا عايز صورهم في البداية طبعا اهلي فكرة أنا سيب الهندسة وتاجه للتصوير وما كانوش متأكدين ده ممكن ينجح أو ما ينجحش أو كيف مهندس ده إزاي؟ طبعاً فأنا كان عندي هدف يعني كنت عايز أصور عمر الدياب كنت عايز أعمل حاجات معينة بطريقة معينة فكان لازم في الأول شوية أنا كنت بجرب على أصحابي لغاية لما قدرت أتمكن أن أنا أطلع كواليتي معينة في الصورة بعدها على طول التريت على طول مع نجوم صف أول ما خدتش تدريجي يعني إزاي تعرفت على عمر الدياب عمر الطول الوقت دياب هو عمل مؤسسة لنفسه يعني ما بيتصورش مع أي حد ما بيعملش أي حاجة بسهولة إزاي اقتنع بإنه يعمل معاك حاجات دي دي طبعاً ده عمر الدياب بس دي مش من أوائل الصور دي من الصور العظيمة الحلوة يعني أيوة ودي فيها شخصية عمر الدياب وأنا هرجعلك لموضوع الشخصية في الصور بعد كده للنجوم عمر بتاريين تاريين من 2007 من ألبوم الليلة دي الحقيقة أنا يعني سعيد وريد صوري صديقه حماد اسماعيل وهو صديقنا طبعاً حالياً طبعاً أخوي كبير وحماد ابتدى يوصل لعمر الصور كانت مثلاً لما ينشرى تيجي تتصور عندي أقول لها الصورة دي بديعة الشمس عملة شغل جامد كمان دي أول صورة؟ دي أول كفر ألبوم مع عمر دي الليلة دي سبنا أحب عيش أيوة دي أول صورة اللي خدتها بس هنا فعلاً بين شخصية عمر وبين كمان الصيف يعني عمر برضو بينزل بألبوماته في الصيف فهل أنت كنت بتجسد بقى الصيف وشخصية عمر وفكرك كت إيه؟ بصي هو كل كل ألبوم الصورة البوستر بتاعه ده هو ملصخ دعائي لي وبالتالي لازم يعبر عن مزيكا اللي جوه فده كان ألبوم في الصيف ده كان مزيكا كلها تلاقيها شبهة الصورة لازم لما تشوفي الصورة وتسمعي الألبوم تصدقي إن ده اللي بيغني ودي ساعات تحصل مشكلة كتير طبعا أنا عايز أرجع بس أسابس للصورة دي تاني عارف أنا عايز أعمل إيه في النهاردة كده سيبك بقى من الكلام الكبير وكده أنا عايز أتكلم عايز المشاهد يحس إن هو في جلس التصوير في جلس التصوير مع كل صورة يعني أنت هنا وأنت بتصور عمرو بتقوله إيه؟ أنا عارف المصور لازم يتكلم في أي حاجة يقول موضوع فتعالنا نرجع كده بالكواليس كنت بتقوله إيه عشان ناخد الكدر ده؟ بصي هو مش أنا بقوله هو الفكرة أن أنا المشاهد بيشوف مثلا عمرو من خلال عيني أنا فبيشوف بقى حاجات كتير أو يعني أنا جوايا مخزون من تاريخ عمرو وجوايا المستقبل بتاعه عايزه يبقى عامل إزاي؟ فأنا اللي ببقى شايف ده غير هو شايف نفسه إزاي طبعاً ومزكته إزاي بس أنا ببقى شايف أنا عايز أطلعه إزاي بأنهي صورة يعني عايز أقولك مثلا حاجة بسيطة جداً ممكن تبقى غريبة شوية أنه أنا ممكن قبل ما أصور الألبوم كفر تا عمرو لغاية النهاردة أنا ممكن أقعد مثلا قبلها بشهر شهرين ما شوفش عمرو عشان ما تروحش الرهبة وتتحول صداقة أنه يبقى عادي صداقة من ناحية النجم يعني عايز النجم دايماً يحس أنا اللي لازم أحس دايماً بالرهبة بتاعته موجودة عشان دي بتطلع في الصورة تحس بالنجومية صحيح لو كنت بشوفه كل يوم قبل التصوير مش هيبقى بالنسبة لي شخص صديق هل بتتدخل يعني عمر بيهتم دايماً عمر أصله إيه؟ آيكون فاشن يعني آيكونة للموضة والشباب بيقلدوه شعره، لبسه، الأميس بتاعه أنت الأميس كان طبعك الانتشر ده في التصوير ولا ده كان في تمالي معاك أزيل؟ تمالي معاك تمالي معاك يعني فهنا مثلاً تسريحة عمر شباب كتير بيعملوه فأنت بتبقى حريص كمان على شكل الحديث بتاعه والجل أهو موجود، الشمس، الرجل القوي يعني كل ما يتعلق بشكله والفاشن بتاعه ده حاجة تبقى نبع منه هو منه هو وده لازم يحصل أنا قدريتي إن أنا إزاي أخد اللقطة المناسبة اللي بتوري حبي للفنان ده واحترامي لتاريخه وشايف مستقبأ الفيوتشر ده عامل إزاي في اللقطة دي بالمزيكة لتاعت الألبوم ده إزاي أنت تجمعي ده؟ كنت بتتدخل أحياناً مع الستيليست لا نلبس كذا، لا ده مش هباحل عمر هو اللي بيختار كل حاجة نفسه هو اللي بيختار لنفسه طوان ووقت التصوير، الصورة دي مثلاً كنت عايز تقول إيه فيها؟ دي كانت ستوري، كان فيها ستوري قصة حب زي رومي وجوليات كده في الكليب بتاعه معك قلبي آه، صحيح معك قلبي آه وأنا بختارها دي معايا عجبتني عشان كده عشان حسيت فيها ستوري أنا بحب الصور اللي فيها وراها قصة ليها معنى وأنت كمان بتلعب بالإضاءة واللون يعني فيها ترقب وفيها حاجات كتير يعني بس فيها تفاصيل يعني الأميس، الجاكت عليه حاجة انت تفاصيل كلها معنى الصورة بورتري يعني صحيح بس باين فيها كل التفاصيل دي يعني صحيح، والآي كونتاكت بتاعته يعني عمر من أخوى الحاجات الموجودة عشان نطلع الصورة دي بناخد كم لقطة؟ ولا أنت بتاخد وبعدين؟ ما بتحسبش كده، هي بناخد صور كتير لحد الحالة؟ وبنبقى مرتاحين جداً ونصور لأن احنا خلاص تتغل مزيكة وأنت بتصور؟ أحياناً، وأحياناً بتبقى مزيكة نوعها إيه؟ لا، مش حاجة محددة خالص مزيكة من غير غنى أكيد بس لازم مايبقاش المكان فيه توتر، مايبقاش فيه ناس كتير يعني ساعات لو فنانة بتصور جوزها موجود ممكن أتطلع أستأذن جوزها هيطلع بقى ممكن تطلع جوزها عشان هي تبقى على راحتها أيوة لأن هي أنا بحتاج النظرة اللي عين تبقى ليه للكاميرا مركزة مش مفيش حد موجود في تصوير لو مكان صغير بعمل كده لو مكان مفتوح الناس كتير موجودة بساعتها متفرقش زي التصوير التصوير ده يا إما مسايفة كالنهار أو الليل أو أنت لعب في الإضاءة بس هنا هل عمر برضو بيبقى مرة بس أحسيت لا ده مرتاح لا مش مرتاح طب ما نغير اليوم يعني لا مش بنغير اليوم طبعا بس هو دايما بيبقى جاهز دايما إحنا كمان بيقى فيه بيننا كيميا خلاص يعني بنعرف الزدين بيبقى الآن ولا ما بيبقاش الآن أبدا يعني يقولك ممكن أشوف طب خدتها إزاي؟ يعني بطريقة عادية بس هو مفيش فنان ما يبقى أشق وهو بيعان فنه ودي حاجة تعلمتها كتير قوي من كل فنين اشتغلت معهم بس هو محب الفنه جدا فهو ما عندوش الحتة دي خالص الصورة دي برضو من نفس الألبوم الصور اللي احنا شفناها قبل كده بس يعني يعني إمتى حسيت أنك يعني لأ أنا تعبت في التصوير دي أنا تعبت في الفوتو سيشن دي يعني برضو مش بحب ما بحسش أنه لازم يتعامل مجهود كتير في التصوير لأن ده بيتعبك والمصور بيتعب الفنان اللي قدامك اللي انت عايز تاخدي منه نظرة أو إحساس مش مفروض يبقى فيه يبقى يبقى تعبان خالص بالعكس موضوع مك يبقى سهل جدا ممكن يتعان في نصف ساعة ممكن تعان في ساعة مش لازم يبقى قدامه حاجات تتعبك انت جدا لو بصورك ما ينفعش إن أنا تعبك أجهدك وبعد كده أخد منك نظرة عين كويسة ما ينفعش مش تطلع سورة دي طبعا عمر الدياب ملك البنات الحلوة اللي بتبقى موجودة في الكواليس وعمر دايما طبعا الفاشون والندارة دي من آخر الألبومات ده دي الدنيا بترقص الصيف ده يعني عشرين وواحد وعشرين من ألفين وسبعة لعشرين وواحد وعشرين إيه اللي تغير في عمر الدياب؟ ده ومن قبل كده مفيش خالي تغير من قبل كده حتى يعني عمر الدياب اللي أنا بحضره الحفلات العجمي اللي أنا عارفه كويس بتاريخه مفيش لا الشخصية بتاع الفنام بتتطور مش بتتغير إيه اللي تطور؟ أكيد تموح كل شيء بيزيد الفن بيحصل له بيتغير بس بيفضع نفس الطريق وعايزة أقولك كمان إن هو القوة في موضوع التصوير مش إنك تتصوري شكل خارجي إنك تتصوري الشخصية مش الشخص مش بتتصوري بتتصوري عمري دي دا مين مضيه إيه وحاضر تاعوا عملي ازاي وبالتالي تداد ترسمي مع المستقبل لو أنت هاتف أجزاء من تاريخه وده حاجة مهمة جداً ده أكتر حاجة مشهور عليها حالياً الشخصية بتاعت الفنان عايزة أسألك على حاجة الكلام اللي بتقوله ده مهمة جداً شخصية الفنان هي أهم حاجة بعد مشوار السنين هي لتوصل للناس خلاص خلصنا من اللوك الحلو والشكل اللطيف وكده باقي الشخصية والحالة الفنية اللي هو بيوصل لها سؤالي هنا يعني عمر الدياب هو عمر الدياب بالنسبة لنا خلاص دايماً متقلق ودايماً نجم لكن وهو مؤسسة في حد ذاته مع نفسه أنا أعرف ده كويس قوي يعني عمر الدياب دفطله دايماً كل فنان بييجي حد في مشواره يضيف لي يعني أنا وأنا قاعدة كده أكيد الكاميرامان بتاعي ممكن يضيف لحواري المخرج بتاعي رغم أنه يعني بيقولي حاجات كتير قوي في الإيربيس يضيف لكن انت بقى مع مشوار طويل 13 سنة مراحل كتير عينك بتشوف برضو نجوم العالم طول الوقت إيه اللي أضافه كريم نور لعمر الدياب؟ بصي أنا عوري فكرت فيها كده يعني أكيد لو حسبتها كده أكيد هو أضاف لي أنا أكتر بكتير كعمر الدياب بس أنا بحس أن أنا كنت جزء من تاريخه في مرحلة بالزبط جزء في تاريخه في مرحلة دي مسؤولية كبيرة لازم أحافظ عليها وحافظ عليه لو أنا بحبه يعني دا الأهم طب أعمل السؤال التغييري رايحك عمر أضاف ليك إيه؟ كمثور محترف أكيد صخة كبيرة صخة كبيرة بتتنقل للفنانين تانين والجمهور وأنه يفضل مستمر فترة معانة مع شخص واحد دي بتاعني كتير وهو عمر يقدر صور في أي حتة في أي مكان في العالم بس فكرة هنا أنه بيقى فيه نجاح وكيميا بتخليك تكملي دايماً أنت لو فيه مفيش نجاح مش هتكملي لكل الأطراف طيب السؤال اللي مش هناخد إجابته دلوقتي هل فعلاً يعني بدايتك مع عمر دياب فتحت الباب لنجوم ونجمات يعني آخرين وكان عندهم ثقة كبيرة لأنه ده عين عمر دياب هل ده صح حصل؟ نجاوب دلوقتي والبعد لا يعني هتجاوب حاجة كده صغيرة أكيد طبعاً حصل هنكمل بقية التفاصيل الكاميرامان يعني ده في الستوديو مهم جداً عينه مهمة ولكن المصور الفوتوغرافي بين الحالة صعبة جداً سخصية، أداة، ألبوم، أفكار كتير جداً تتحط على ورق عليه قدمها في صورة وتطلع الصورة حلوة وتفضل في التاريخ كريم نور مكمل معنا عشان أعرف الرحلة راحت فين لشريهان مصر بعد الفاصل رجعنا معاكم تاني وفي الجافتي النهاردة في خميس التاسعة مع كريم نور البش مهندس المصور الفوتوغرافي والفنان أنا برضو أديك باش مهندس العيلة تتبس التاني طيب، رجعنا إحنا كنا بنتكلم عن بعد مشوارك يعني مشوارك مع عمر تزيب 13 سنة هل ده إدى برضو ثقة بقى لن كل النجوم خلاص شايفين اللقطات شايفين الشخصية، شايفين الروح؟ ساعدك يعني؟ بصي بيساعد طبعاً أكيد بيديكي يعني سخف في حتة معاينة بس في الآخر برضو هم لو بيتصوروا مش يشوفوا نفسهم حريم مش هيتصوروا تاني فلازم على طول طول الوقت لازم تبقى بتشتغل هذا فيش حاجة بتسمعها تعتمد على اسمك أو على حياتي في حتة معاينة وخلاص لأن أنا بشوف كمان النجاح الحقيقة عامل زي حاجة فهو سلم بس هو سلم عارفة السلم الكهرباء اللي بينزل تحت فدي كل ما بتطلعي كل ما بتتعابي أكتر بس عايزة عاملين مجهود أكتر عشان تكمدي ولو وقفت المكانك بتنزلي طبعاً فلازمت بيعارفة ده طول الوقت إن ما فيش حاجة معها تعتمدي على اسم أو أعمال صباح تجربتك مع شريهان بدأت أمتى؟ تقريباً دي أحلى تجربة يعني أحلى تجربة أحيي شريهان دي سخة دي كمان سخة كبيرة جداً جداً بعد فترة طويلة كانت الناس مش مش شايفيها كتير يعني ما كانتش موجودة كتير على الفن بعد توقف شريهان أيوة هي ما توقفتش قوي بس هي ابتعدت شوية ورجعت وانت بتتكلم عشان الصورة واخديني الصورة هنا شريهان اللي هو فيها يعني أنتوا هنا كنت قصد فيها الأمل الحياة العودة كل انت قتيدة صح وطالما انت لما تشوفي الصورة تقدر توصفيها بكلمات هي دي الصورة اللي بتاعني اللي هي قيمة مش بس جمال يعني هنا شريهان فيها كمية طاقة إيجابية وطالع من الصورة أصلاً تقدر تشوفيها دي الصورة اللي بتساوي بالنسبة لي فلوس غير كده بتبقى شريهان لما جات وهي بتتصور ده كان موجود جواها ما برضو انت لما توقف قدام شريهان انت عايز تطلع ده وهي لازم يكون جواها ده طبعاً هي تبقى عايز تطلع الاحساس ده بس انا كمان انا اللي بعرفها اخد الاحساس ده ما هي دي ازاي انك انت تقدر يتخلي الفنان القدامك يبصلك النظرة دي او يعمل الرياكشن ده نجمة كبيرة زي شريهان اللي هي بقى يعني ملكة التصوير كله والاحساس هل انت ساعات بتوجيهها ولا هي بتستنى توجيه ولا هي اللي بتبدأ برياكشن وانت بتصور يعني مين اللي بيقود مين ممكن هي تبتدي الرياكشن وانا اصلحه بس شوية من زويتي عشان انا شايف الكاميرا بس هي عندها برضو الخبرة هي عارفة تقريباً انا شايف ايه بس انا دايماً ببقى شايف حاجة في دماغي عارفة حاطة كيوردز حاطة مفاتيح كده لشخصية عايز تطلعها الصورة دي انتو قصدين فيها ابيض واسود شريهان لبسة اسود ويعني فيها نظرة فيها حاجة فيها قوة يعني اقولك مثلا ايه ايه وانت بيبوصي على صور شريهان ممكن اقولك الكيوردز بتاعتها ايه بالنسبالي انا ممكن كل فنان اقولك كده يعني شريهان بالنسبالي هي رويل هي فيها طاقة ايجابية رهيبة مش محدش كتير يقدر يقع ويقوم تاني ويكمل ويقع ويقوم تاني ويكمل فعندها طاقة مشتراية فانت رايح معجب بالمشوار اصلاً امديك طاقة ايه فبحطره كمعاني معينة بتطلع في الصور اصدت ايه بالمراية يعني مراية ليها يعني هي وظلها هي ووجودها يعني في الوقت ده ما كانتش لسه لسه رجعت لنا بالفن الحلو اللي هي عملاته كنت بحيث دايماً فيه كذا صورة ليها مع المراية بحيث انها دايماً في صراع ما بين شخصيتان قدامي شخصية اللي انا عارفها بتاعت شريهان اللي كانت موجودة وفوزير وكده وشخصية تانية لسه عندها فن مطلعش بس الاتنين موجودين ففي صورة كمان تانية في المراية ممكن تشوفيها هتلاقيها فيها نفس المعلدة اكيد هيتونا صورة كمان هنشوف نفس الحكاية بيبقى بيبقى الجو يعني هنا بهجة بقى هي هنا مبهجة هنا مبهجة قوي ده بتاع رمضان ده دي برضو هتلاقيها كلمة من ينفع تنطبق على شخصية شريهان هي مبهجة جداً شريهان دايماً والفوزير ورمضان هتلاقي ناسك تبتسمي أول ما تشوفيها ومنطلقة جداً وكمان شريهان اتغيرت عن الفوزير يعني الصور هنا هي أقرب لشخصية شريهان الحقيقية دلوقتي الميكوب الأهدى البسيط اللي هو مش نجمة الفوزير ولكن النجمة شريهان بشكل عام يعني لان الصور دي بتعبر عن شخصية الفنان مش عن عمل فني الصورة اللي بعدها برضو هستأذن زميلي مصطفى أو عمر نشوفها الصورة اللي بعدها فيها براءة يعني هل انت فيه الصورة دي فيها شقاوة فيها براءة فيها شريهان بتقول إيه اللي هيحصل بتتكلم بعنيها وده بيبقى أصعب حاجة تبقى عارفة انك توصلي مصطفى من غير خليباك الصورة هي فريم واحد بس فانت عايزة تقولي فيه ستوري عايزة تقولي فيه إحساس مش موفي يعني ما عندكيش كذا حركة تقدر يتوصلي بيها بس هي مثلا هنا أنا كنت حابب البساطة جدا انك مش شايفة مفيش حاجة شغالك في الصورة غير بس بصتها فيها بساطة فعلا الأداء شريهان وكوكو شانال يعني دي برضو حاجة مهمة جدا يعني حصلت والناس كلها منتظرة عودة شريهان على المسرح وكوكو شانال شخصية مش سهلة أبدا يعني شخصية كمان ليها مصاعب وتاريخ وكده فيها حاجات من شريهان يعني فيها حاجات من شخصية شريهان المشاهد بتاعت الصور بتاعت المسرحية مشاهد كمان بتتكلم عن أداء مسرحية هنا ده الفرق ما بين لما بتصوري الفنان بتوري شخصيته زي الصورة وهنا بتصوري العمل المسرحي أنا شريهان بالنسبالي لما تبقى راجع بعمل الفني في دانسرز في حيات كتير أول حاجة بتليف دمائي أن أنا ممكن يمقو شايلينها عشان أوري الطاقة اللي هي الموجودة فيها ده دي كان نشطات واحنا بنصور المسرحية كنت بخدها بس بنختارها على أساس الفيجن اللي أنا بقولك عليها دي الطاقة الحيوية الديناماتية اللي موجودة على المسرح عشان تنقلها للناس يعني نفس الإنسان اللي عنده إيه الجملة اللي دايماً تقولها لك شريهان مثلاً لو انت بتصور أكيداً عندها حاجات تقولها يعني تعلق دايماً على إيه؟ أو يعني دايماً بتبقى إيه؟ بوسي لا هي بتتواصيق فيها جداً بس هي بتبقى عارفة هي عايزة إيه بردو هي بتسألني يعني رأيك كذا أقول لها اه رأيي كاز تفكر فيه شوية بعد كده ممكن يعني هل قلبي يسألوك مثلاً هيعارف ان انا شايفة صح مرتاح للميك اوب مرتاح للبس ممكن احياناً تسعيدهم لا في الكاميرا مش طالع بالزي ما انا شايفه لان احياناً واحد بيبقى على الطبيعة لبس حاجات لطيفة مش بالضرورة لكاميرا تنقل نفس الاحساس هل ده؟ هقولك حاجة بوسي الايكونز الكبيرة او النجوم الكبيرة اللي هم بحجم عمر دياي بوشيري هن انا بعتبرهم كل حاجة من شكلهم وشخصيتهم بتبقى انا بعملهم بالنسبالي دول بيعملين الناس بتيجي في التاريخ البشري مش كتير عاملين زي مايكرو جاكسون زي مادانا زي البيس بريسلي دول الناس عندهم مشروع شكيرة بس اكتر مايكرو جاكسون ومادانا والبيس بريسلي الناس دي كان عندهم مشروع موسيخي ومتكامل فهم شكلهم بطبيعتهم بالنهار ده هتطلع تصور زي دي حاجة من النهار تقول لك انت عملت لعمر صور تحفة بيحبوا بعض جدا او عمر يقول لك مين علق لمين على الصور بتاعتك لا دايما بسمع منهم دايما ردود افعال يعني قالت لكي شريهان على صور عمر دايما بتسمي عليها يعني دايما بتحب تاريخه ومشواره وفنه وهو نفس القصة بيحترمها هو قال ايه بقى لان انت كمان لما نزلت في رمضان يعني كل الناس علقت على الصور عمر طب هو بيفرح اكيد لانه يعني شريهان وعمر زي ما بقولك مش 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 نجوم عدين اه مش وار مش وار الحقيقة وانا بتعلم من الناس دي كتير اكيد اكيد شكيرة بقى يعني انت طب يعني رحنا للعالمية شكيرة بقى تتصور عملت قصة الكاميرا مع شكيرة بوسي ها دي صورة بس يعني ما اخدناش وقت ما عملناش فوتو سيشن ام خدناش وقت فيها كانت حفلة لعمر معها في دبي اه ووقتها اخدت لها الصورة دي بس ما كانش فوتو سيشن بس هي واقفة بتتصور لانه مبسوطة عينيها بتقول ان هي واقفة تاخد اللقطة اكيد طبعا بس مش زي الفوتو سيشنز اللي بقولك بحضر لها كثير اه اه كان نفسك تحضر لها اه ممكن اه اكيد طبعا انت قلتلي اول حد تعملت معها اصالة مش عمر احيي اصالة اصالة عشان اخوها كان معي في الاكديمية انس واول مرة جاتلي كانت تقريبا بتجابلني يعني جاي تجرب تشوف صاحب بانس هيك نصور الالبوم بتاعها في لبنان قبلها وبعد كده جاتلي عملنا شوية صور بقتها دي غلاف الالبوم طب وشارع المعز ايه الحكاية والصورة حكاية الصورة دي اه تاريخها امتى الصورة تقريبا من اربع سنين تقريبا كده حسب ما افتكر بس التصوير ده كان مهم جدا لانه هو كان فيه كونترست كتير ما بين الفاشن وشارع المعز والتاريخ والناس اللي ورا دي هي الناس كانت معانا في تصوير الناس مع ديه في الشارع فاسبناها في الصورة يعني كانت كانت كان فيها حاجة مختلفة وساعاتها في الوقت ده نجحت جدا الصور دي هو كمان لان الصوت اصالة فيه من الاثار والاصالة كمان يعني دي الشخصية اللي بقولك عليها انت ينفع شخصية الفنان انت بتحافظي عليها وبتساعدين معاي تطورها مش بتغيريها تلو غيرتيها او عملتي له شخصية تانية الوقت فشلتي وضرتي فعشان كده لازم تتذكر الشخصية كويس جدا يعني هتلاقي كل واحد فيهم ليه حاجات معينة ينفع تطوري فيها بس ما يفعش غيريها تبقي بتضيعي يعني نجوم تانيين في الغناء ما حد بتفكر انه انت كمان تصورهم ولا لانك مع عمر ما بتقدرش تعمل ده مع ناسة من رجال بوسي هي موضوع اكتر زي ما قلت لك كيميا ونجاح كيميا ونجاح انا بيستفزني الايكونز او الناس اللي هي اللي جنز او الناس اللي هم عندهم تاريخ وعندهم شخصيات سرية جدا انا بقى عايز طلع منها حاجة مين من العالم العربي نفسك تصوره؟ ما حصلش لسه تعاون سواء فنانين ومثلين نجوم نفسك برضو تعملون انا كنيس تصور ماكير جاكسون نفس صور مدانة بس ما فكرتش ايه تاني يعني لسه ما فكرتش اكيد انا بشكرك يا كريم جدا والحقيقة مشوار جميل ومشوار مليان تفاصيل ومليان كواليس ومليان صور كتير حلوة اخر صورة صورتها كان اخر فوتو سيشن كان عمر دياب اعتقد ده بيتمنى لك التوفيق وشايف ان انت برضو فيك ملامح من عمر دياب او لا ايه؟ شوية عشان بحبه بس هل ده اللي خلى فيه التقاء بينك وبينه شوية؟ لا معرفش بس هو كتر بقى العشرة كتر العشرة والمحبة محبة حقيقي مشكرك جدا يا كريم ودايما متواصلين معاك ودايما لما يكون فيه فوتو سيشن جديد يا ريت انت تخصينا في التاسعة ان احنا كمان نبص عليه ونشوفه وخلينا كده معاكم نروح بعد الفاصل اللي جاي ده نعيز تسوية غنى غنى حلو جدا غنى مع الجاز غنى مع فيروز غنى بشكل جديد غنى بتاع خميس التاسعة مع المطربة الجميلة نوها فكري اللي هتنورني بعد تسوية